أهلا بحضراتكم مرة تانية في أول فقراتنا الحوارية هنا في البيت الكبير النهاردة معانا فقرة مميزة جدا معانا الدكتور أحمد سابت وتحليل فني وهو طبعا على مستوى عالي جدا من تحليل فني وتحليل مستوى الأداء لمعظم الفرق خاصة فرقة النادي الأهلي هنتكلم معاه على طبعا رؤيته لمباراة الاتحاد السكندر الفاتت وكمان طلاق الجيش هنشوف طلاق الجيش من منظور مختلف ومواجهة النادي الأهلي في نهاية كاس مصر دكتور أحمد أهلا بيك مرحب بيك في البيت الكبير أهلا وسهلا بحضراتك كابتن هاني وألف مبروك لحضراتك وألف مبروك لجمالي النادي الأهلي ومجلس إدارته والعيفة والجاز الفني البطولة التسعة بعد إجاب سبع سنين أخيرا يعني اتحاقات الحمد لله وإن شاء الله عبال كاس مصر يوم السبت بإذن الله والصبر الأفريكي بإذن الله إن شاء الله منتظرنا سلسية وربعية وخمسية بإذن الله بإذن الله بإذن الله طيب قبل ما نروح للمباراة نهاية مباراة النادي الأهلي وطلعها الجيش ومباراة إن شاء الله يوفق فيها النادي الأهلي لكن نظرة سريعة ووجهة نظر أو المكاسب أو شفت مباراة النادي الأهلي والنادي الاتحاد السكندري في الدور قبل النهاية إزاي يا دكتور؟ بشوف إن يمكن في النادي الأهلي يعني في المباراة اللي فاتت دي تحديدا مباراة الاتحاد لما بتكسب شخصية البطل يعني الشخصية البطل بتكتسبها منين؟ من الحصول على البطولة الأفريقية لما بتاخد بطولة دورة أبطال أفريقيا إن تكسبتوا المباراة اللي بعدها دي بصراحة بشخصية البطل ممكن يكون أهل أداء ما كانش أحسن حاجة أو ما كانش أفضل حاجة ولكن تكسبتها طبعا نتيجة إن انت وصلت للكمة أي حد بيوصل للطب حتى في أي مجال مش شرط في الكرة بس توصل للطب بتاعك بتحتاج عشان ترجع بتحتاج فترة شوية عشان ترجع إن شاء الله يعني بشخصية البطل ديت عشان دايما بقول أو دايما بنقول إن لما تاخد بطولات وراء بعض بتكسب شخصية للجيل ده دي نقطة مهمة جدا يعني لما تاخد دورة أبطال أفريقيا وإن شاء الله كاس مصر وإنت أخي الدوري وبعد كده بإذن الله السبر الأفريقي لما تجمع مجموعة بطولات وراء بعض اللعيبة دي بتكتسب شخصية البطل جيل 2005 أو 2006 هم بقوا الجيل ده إزاي أو سمي بالجيل ده إزاي من كتر البطولات هم في البداية برضو كان فيها زايم من سنة 2000 بعد 2001 كان فيها زايم متتابعة أو مش هزايم كان فيه ما كانش فيه بطولات كصارت بطولات بشكل كتير يعني ما كانش بالنفس اللي بيتحقق أنت برضو بيعتبر ماشي في نفس الكيرف بدأ بتاعك يعلى فده مهم جدا أن أنت مما تجمع بطولات اللعيبة بتاعتك بتاخد شخصية حتى مش اللعيبة بتاعتك بس المنافسين سواء في أفريقيا أو في الدوري لما بيلاقوك أن أنت واخد كل البطولات واخد الشخصية دي النفوس يعني الاحترام بتاعك بيزيد الخصم نفسه بيخاف منك فدي حاجة مهمة جدا كل ما بتجمع مجموعة من البطولات بتفرق معاك يمكن في مبارات الاتحاد تحديدا أنا بشوف أن كابتون حسام حسن كان بيلعب على لعبة معينة إيه هي اللعبة؟ هو كان بيلعب بطريقة اللي هي هو أربعة تلاتة واحد ده اللي هو إيه الجناح اللي هو كريم مندوح كان حطه على علي معلول يعني هو بيلعب أربعة تلاتة وكريم مندوح ده ليه حطه؟ هو مستني مستني عشان علي معلول ما يتقدمش ناع على الإطلاق ممكن هو حطه عشان علي معلول ما يتقدمش فبدأت حتى المدربين سواء في مطش الزمالك أو في مبارات الاتحاد بدأوا أن هم يحطوا مثلا في مطش الزمالك باتشيكو حط زيزو على علي معلول في مطش الاتحاد حط كريم مندوح فكانت طريقة اللعبة بتاعك كابتل حسان حسن الملعب عوجه ميل اللي هو حطت أربعة تلاتة تلاتة الارتكاز وكان حطت عمار حمدي منهم اللي هو بيكمل ورامي كريم مندوح على علي معلول ما كانش ليه أي يعني دور في الملعب غير أنه هو مرقبت علي معلول بس اللي هو كريم مندوح والاتنين المهاجمين قدام اللي هو خالد أمر والتاني رزاسي رزاسي هو اللي كان بيكمل من تحت خالد أمر وهو اللي بيلعب الدور يعني قعد حوالي أول أربعين دي رزاسي كان بيلعب راس حربة تاني بيكمل فكان كل اللي بنحي يتعلم معلول فكانت الناحية بتاعت محمد هاني دي فاضية أنا بيشوف أن احنا لو كنا محمد هاني تقدم أكتر محمد هاني طبعا بيقدم موسم كويس جدا وبيقدم بطولة كويسة جدا محمد هاني كان في المباراة دي لو كان زاد أكتر أو استغلنا الجابهة اليومنا أكتر كنا قدرنا أن احنا نستغل أو نحسم المباراة دي من بادري المباراة دي في الشوت الأول تحديدا حتى الهجمة لمروان محسن لحسن الشحات لعبها لمروان محسن لانفراض اللي ضع دي كانت من الجابهة دي فكابتن حسام حسن كان بلعب على الجابهة دي وتخيل أنه يعني هو فكره هو نجح فيه أنه هو يحرز هدف مبكر ولكن دي بقى الفرق أن أنت تبقى متأخر واحد سف وترجع اتنين واحد دي شخصية البطل اللي بنتكلم عليه بالرغم يا دكتور برضو كان فيه تخوف كمان من نقطتين النقطة الأولى أن انت عارب بعد الاحتفالات وبعد الانتصار دايماً بيبقى فيه شوية كيرف نازل حتى على المستوى البدن إحنا كنا خافين حتى على المستوى البدن لأن تقريباً مسماني بدأ نفس يعني نفس التشكيل اللي بدأ بمباراة زمالك مع هذا أجيه هم هم اللعبة الموجودة فكان الخوف أن احنا نروح كمان لأكسرا تايم وإحنا عاملين مباراة كبيرة جداً ومجهود زهني وبدن كبير فكنا هنخش بصراحة بحزبة برمية وفي حاجتين مهمين جمان يعني من ضمن المكاسب بتاعة المباراة دي بشوف أن الكرات السابتة مع سماني شكل تاني حاجة تانية بصراحة سواف مباراة الزمالك هي بدأت بمباراة الوداد بالضربة الركنية بتاعة ياسر إبراهيم لما أحرزها بعد كده الفكرة بتاعة مباراة الزمالك في فلت سكرينينج اللي عملها بتاعة عمر السلية وإحرازه بعد كده برضو في المباراة الأخيرة دي لما شفنا ده شغل تاكتك ما كناش بنشوف ويمكن فايلر أول ما جاء أول ماتش أحرز قلنا حتى أنه باهتم بالضربات السابتة ولكن بعد كده بصراحة الفكرة دي تراجعت شوية مع فايلر جيمه سماني ودي منو الجوزي كان بيكسب كتير بالضربات السابتة كانت ساعات بيلعب أحمد صديق في الدربات السابتة م motivates للشبيب fin القبايل في الجزائر أنا أفاكر الغد دلوقت يعني لسه متزكر ليه؟ لأن اللعيب المدرب بيبقى ليه بصمة برضو كذلك مسلماني يحسب ليه للضربات السابتة والضربات الركنية التحفيز فيه أكتر يعني فيه فيه أنواع كتير من الدربات الركنية ما ليهي دي التنوء كمان حتى يعني الدربات الروكنية ممكن اللي هي تتحط مثلا ايه يا اما تتلعب على مرتين يا اما تتلعب على مرة واحدة يا اما تنزل من تحت زي ما اتعملت كده لحسين الشحات واتلعبت على القايم البعيد راحت لحمدي فاتحي فيمكن فيه افكار كتير جدا يعني فيه شغل معمول فيه الدربات الروكنية الحاجة التانية اللي هي المهمة برضو اللي هي دكة البودلاء دكة البودلاء انا بشوف ان يمكن اول مرة من فترة النادي الاهل يبقى عنده دكة البودلاء كلهم قادرين على صناعة الفارق سواء طاهر محمد طاهر سواء صلاح محسن سواء نصر ماهر سواء رامي ربيعة سواء بدر بنون كهرباء سواء كهرباء فالدكة اللي كانت على الدكة يعني بصراحة كلهم يقدروا ينزلوا انت كنت بصراحة خلال الموسم ما كانش عندك الدكة اللي هي تقدر تصنع الفارق اول صحيح وليسه انه وليد سليمان يردع لكن انت دلوقتي دي حاجة مهمة جدا وده السكواد بيتعدل محمد شريف دخل محمد شريف النهاردة دخل دخل القايمة ولسه في احمد ياسر ريان وفيه جونيور اجاي مش موجود كان مصاب وفيه اليو ديونج اصلا غايب اللي هو يعني العمود الفكر بتاع الفرقة وبالتالي فانت السكواد دي حاجة مهمة جدا برضو من ضمن المكاسب ان انت بتكسب نادي الاتحاد اه فيه ضربات سابتة زي ما قلت لحضرتك لما بتجمع بطولات كتير في الفترة دي انت بتخلي الفرقة تكسب شخصية البطل ودي حاجة مهمة جدا انت بتتأخر بواحد سفر وبترجع دي حاجة مهمة جدا ده مهم جدا وخاصة يعني انت كمان ده بتقول معظم اللعيبة كان اول مرة تكسب بطولة افريقي على المستوى على مستوى الافريقي وزي ما انت بتقول دايما والثقة بتيجي للعيبة وبتيجي للجماهير وبتيجي كمان للجهاز الفني والاكتر كمان انك بتحط شخصية البطل قدام المنافس بشكل كبير وجبنا سيرة المنافس يبقى نروح على طول المباراة الاهم اعتقد يعني مباراة طلع الجيش ومباراة نهائية دايما المباراة النهائية بنقول انها لها متغيرات كتيرة جدا وليها حسابات مختلفة بشكل كبير جدا عايزين ناخد برضو موضوع طلع الجيش شفتوا ازاي من خلال مباراة نادي الزمالك وتوقعاتك حيلعب ازاي قدام النادي الاهم جه و بالنسبة لمباراة نهائية الكاس مصر صحيح فرق الخبرات كبير جدا ما بين النادي الاهم وما بين نادي طلع الجيش مكال نادي الاهم دي المرة رقم اتنين وخمسين اللي بيتآهل فيها لنهائى كاس مصر النادي الاهم حاملوا اللقب في ستة وثلاثون مرة في بطولة الكاس مصر اما طلع الجيش دي المرة الأولى اللي بيتاهل فيها للنهائي النادي اللي أهلي أول مرة كانت أهل للنهائي كاس مصر كانت سنة 1923 موسم 1923-1924 فبالتأكيد فرق التاريخ كبير ولكن مش معنى كده أن المباراة سهلة على الإطلاق لكذا سبب من وجهة نظري يمكن أول سبب أنا بشوف أن طلع الجيش عندها مدرب متمرس في النهايات ممكن كابتن طريل عشري بصمته دفاعية أو أسلوبه دفاعي هنشوف أسلوبه ينجح في المباراة اللي هي النوك أوت اللي هي المباراة مثلا من مباراة واحدة فتقدر أن انت تدفع وتقفل وتنجح كابتن طريل عشري عنده تاريخ في النهايات كويس في كاس مصر تحديدا ممكن هو لعب نهائيين مع حرس الحدود سنة 2008-2009 قدام أمي الماتش خلص بالتعادل واحد واحد وانتهت برقلات الترجيح دي ممكن مسم 2008-2009 والمسم الثاني 2009-2010 قدام النادي الأهلي برضو تعادل واحد واحد وكسب برقلات الترجيح إذن كابتن طريل عشري اتأهل مرتين أخذ البطولة طب أخذ آف عن دي ديت وانت بتتكلم على نتائج حاسس أن ممكن جدا في شغل الكابتن طريل عشري أنه ممكن يجر النادي الأهلي لوقتي إضافي وضربات جزاء قال ده سيناريو بيشتغل كابتن طريل عشري طبعا عارف صعوبة المباراة لكن مش طموحاته أنه يدفع بكل قوته في الأول أو يلعب بطريقة أن أنا أكسب المباراة هو عايز يحافظ على النتيجة لأبعد وقت ممكن لغاية ما يوصل لضربات الترجيح هو هيقسم المباراة بالتأكيد زي ما عمله قدام مباراة الزمالك يمكن دي أرقامه وفي النهائيات على الشاشة قدامنا أنه هو دي للمرة التالتة بيتآهل فيها لنهاية الكاس والمرتين اللي قبل كده كسبهم برقلات الترجيح يعني هو دليل برضو أنه هو اسلوب اتفاع وبيحاول أنه هو يتعادل ويلعب على رقلات الترجيح برضو فارق الإمكانيات ما بين كدرات اللاعبين هنا وهنا الحاجة الثانية برضو اللي بشوفها اللي ها المباراة مش حكون سهلة أن طريق طلاع الجيش للنهائي كان أصعب من طريق النادي الأهلي يعني طريق طلاع الجيش طلع مصر المقصة طلع وصيف المطولة برقلات الترجيح وبعد كده طلع حامل الله قبل هو نادي الزمالك بسلاسية فطريقه كان صعب فدي حاجة برضو بتأكد لك أن احنا لازم نحترم الخصم أعتقد المشوار اللي أولني كان مع يعني كان مع عبد الحميد بسيوني أعتقد وبعدين كابتن طريق العاشر هو لمسك مباراة الزمالك بعدين برضو المباراة النهائية اللي بتتلعب من مباراة واحدة بتبقى النسبة فيها 50-50 حتى لو أنت أعلى فنية من الفرقة التانية لأن انت ممكن تفصيلة صغيرة تفرق دار باروكنية يرجعوا يدفعوا فلازم تحترم الخصم دي حاجة مهمة جدا أكيد إمكان هنستعرض بها دلوقتي التشكيل بتاعهم وإزاي هم بيلعبوا هو كابتن طارق برضو كنت هسألك هو بدأ في ماتش زي ما كنا عارفين بص اسلوب كابتن طارق يعني كان معروف للناس كلها أنه ما بيعتمدش على بناء الهجمة من تحت وبيعتمد على نقل الكرة سريعا جدا من الخط الخلفي للتلت القدماني بيعتمد على الكرة التانية المرتدة وعلى سرعات بعض المهجمين طريقة لعب يعني مشوار الأهلي معنا ده مشوار النادي الأهلي زي ما كان قلت بني سويف بني سويف في الدور الـ 32 الترسانة بدور الـ 16 أبو إيد الأسميدة دور الثمانية والاتحاد السكندري طبعا في الدور قبل النهائي يعني على مستوى الأندية والمباريات أكيد طلع الجيش كان عنده تحديات أكبر لكن النادي الأهلي زي ما بيقول وصل للمباراة النهائية وأرجع تاني لطلعه على الجيش والكابتن طريق العاشر إنه هو بيعتمد بشكل أو بآخر على كسافة عددية بيعتمد على كور طويلة بيعتمد على هجمة مرتدة وممكن يعتمد على كورة سابتة يعني إيه اللي شفته من خلال مباراة نادي الزمالك تشكيله في مباراة نادي الزمالك نعمل إزاي عشان نحلل أي فرقة أو تحليلها ده يا فرقة هنتكلم الأول على شكل وطريقة اللعب التشكيل المتوقع بتاعهم إيه تنظيم الهجومي إزاي تنظيم الدفاع بتاعهم إزاي تحضير الهجمة زي ما حداكتا فضلت وقلت إن هم بيلعبوا أسلوب اللعب المباشر بيبقى إزاي وبرضو دكة البودلاء إيه الأوراية الربحة اللي عنده فيمكن دي أبرز النقاط اللي هنتكلم فيها أول حاجة معنا لو نستعرض بقى التشكيل هنشوف تشكيل وطريقة اللعب بتاعهم هم بيلعبوا بسلاسي في خط الدفاع يعني خمسة وراء فدي برضو حاجة لازم نكون عاملين حسابها أن أنت هتلاعب فريق لو جبناها على الشاشة هنلاعب فريق يعني تريم بيعب خمسة خمسة وراء خمسة وراء في حراسة المرمى هو قدامنا على الشاشة محمد السام في حراسة المرمى التلاتة اللي وراء علي الفيل وإحمد علاء وخالد سطوحي دول التلاتة في خط الدفاع أحمد زولة في الأصل أصلا ده جناح هو جناح شماع كان بيلعب في بترجيت جناح ولكن تم توظيفه في طلاقة الجيش كزهير جناح هم اللي اتنين على فكرة عنده محمد ناصف وإحمد زولة بيلعبه كزهير جناح مش زولة أشوال بلدو أيمان أيمان آه محمد ناصف أشوال هو بيلعب حت الشمال فهو زولة اللي اتنين عندهم الكدرات الهجومية علي قوي مظبوط فهو بيستخدمهم كزهير جناح إنه هو في نفس الوقت بيهاجم وفي نفس الوقت برضو بياخد منه الحتة الدفاعية دي الاتنين اللي في النص فرانكو نجونجا هو اللي بيبقى بيمثل استطارة الدفاعية بتاعتهم أول ارتكاز الدفاعية رقم 6 ورقم 8 اللي هو مهند لاشين اللي هو بيكمل قدام وعنده حتة التزديد نيجي للتلاتة اللي قدام أحمد سمير على ناحية اليمين وناصر منسي ناحية الشمال وقضام عمر جمال طب التحولات بتاعت الطريقة دي بتبقى إزاي أو التحولات بتاعتهم إزاي يعني الوقت يحن شايفينها هي 5-4-1 دي الحالة الدفاعية بتاعتهم بيلاقي أن أحمد سمير بيرجع وراء يغطي الجبهة اليمين مع أحمد زولة وناصر منسي بيغطي الجبهة الشمال مع محمد ناصر يعني الطريقة بتبقى 5-4-1 دي الحالة الدفاعية ده تنظيم الدفاعية بتاعهم إنهم بينزلوا كلهم تحت القورة في مسافة 40 متر من هنا بالضبط في الحتة دي 5-4-1 يعني أحمد سمير بينزل بينزل هنا وناصر منسي بينزل هنا وعمر جمال بينزل وبدأوا هم هيلعبوا كده طول المباراة يبقى 5-4-1 5-4-1 طب لكن في الحالة الهجومية بتبقى إزاي في كذا شك أول طريقة إن أحمد سمير دايماً بيدخل للعمق عشان هو عنده مست التزديدات أو أشوال كمان دايماً أشوال وبيخش للعمق فالطريقة بتتحول لخمسة 3-2 إزاي إنه ناصر منسي بيتحول كمهاجم تاني مع عمر جمال قدام إيه قدامنا على الشاشة بالزبط إنه ناصر أحمد سمير دخل قصانع علعاب وناصر منسي اتحول كمهاجم تاني مع عمر جمال قدام ده فكر كابتن طريق العشري في الحالة الهجومية مع العلم كمان الصورة مش باينة في الحالة الهجومية يعني إحنا لو بنتكلم من ناحية اليمين هتلاقي كمان أحمد زولة قدام شوية ده لو بيهجموا من ناحية اليمين يبقى عندك كمان أحمد زولة قدام شوية لو بيهجموا من ناحية الشمال فالطريقة دي تحولتها إنه تلاقي ناصر منسي تحول كمهاجم تاني وجنب عمر جمال والاتنين اللي الظاهرين هم اللي بيطيروا بيعملوا العرضيات فده برضو الاتنين مميزة محمد ناصف مثلا الهدف التالت اللي جابه في نادي الزمالك كان انطلق وشاط اللي وقعت من إيد جنش ده من هداب برضو أحمد زولة شوفنا كورة عمالها العمر جمال من أخطر واحد مش بان على الورق هو كل الناس راح نحية أحمد سمير هو أهم لعب هو عشان هو اللي بيسجل أكتر هو اللي جابه الجنين فالناس كلها مركزة مع أحمد سمير لكن أهم لعب يعتبر في التنظيم الهجومي هو ناصر منسي ليه بقى؟ ليه ناصر منسي أهم واحد لأنه هو اللي بيحضر عليه الهجمة كابتن طريق العشري هم يسلوب لعبهم نجي نتكلم على تحضير الهجمة بتاع طلاع الجيش بيحضروا الهجمة إزاي؟ هم بيلعبوا على أسلوب اللعب المباشر يعني إيه أسلوب اللعب المباشر؟ فيش تحضير يعني مفيش بيلعبوا تمرير طولي فيه ثلاث أنواع من التمريرات فيه جريتس للتمريرات فيه تمريرة قصيرة تمريرة متوسطة تمريرة طولية القصيرة اللي هي تحت العشرة متر المتوسطة اللي هي من عشرة لاربعين متر الطولية اللي هي فوق الاربعين متر هللاقي أن محمد بسام مثلا لما نيجي هنوبا نستعرض أرقامه هللاقي أنه بيعمل تمرير طولي أكتر ما بيعملش قصير ما بيحضرش يعني ما بيسلمش السلبة كافة وكذلك الاتنين دول بيعملوا التمرير اللي هي من 10 ل 40 متر اللي هي في الحتة دي تتكلم على التلاتة ما بيسلموش مثلا فرانك ما بيسلموش محمد بيدي تمرير طول على طول بيعد خط النص في الحتة دي بالزبط طب مين هو اللي بيحضره عليه اكتر ناصر منسي ناصر منسي كسب 11 التحام هواي في مباراة الزمالك وده نقطة مهمة جدا لازم يخلي باله منها محمد هاني ان ناصر منسي لازم يتم مركبته ولازم يتعامل عليه ما انصح ان انا مخليهش ياخد الكورة لانه هو اللي بيحضر الهجم عكس عمر جمال والاهم كمان ان يحمد الكورة التانية وكورة التانية طبعا انت الكورة التانية لو انت بتتكلم محمد هاني هياخد باله ممكن جدا في عشر وحدات ممكن واحدة تسقط فالكورة التانية كمان لازم تسقط لواحد من الاتنين ديفندر بتواني طبعا فهو تحضيره كله على حتة ناصر منسي ان انا بحضر الهجم عليه بعمل بشتغل تمرير طولي احنا قلنا التنظيم الهجومي بتاعهم ازاي قلنا اللي هو التحولات بتاعتهم تلاتة خمسة اتنين قلنا التنظيم الدفاعي قلنا تحضير الهجمة وده لتشكيل المتوقع طب ايه الاوراق اللي هو ممكن يدفع بها برضو كاوراق بديلة قبل ما نستعرض الارقام حلاي ان ممكن هنا عنده مصطفى جمال في الاتنين الارتكاز ده كباديل وسط ملعب عنده برضو قدام عمر مرعي بينزله مكان عمر جمال دي يمكن ابرز الاوراق اللي عنده لو بصنا بقى على اول ارقام اول بروفايل تحليلي اللعب لعب هنبص على ارقام ليه ناصر منسي واحد من اهم اللعبة في الفرقة دي وليه لازم تتم مراقبته هنستعرض ارقام ناصر منسي ونشوف الارقام دي قدام نادي الزمالك انت مش متوقع ان مثلا يبدأ بعمر مرعي هو لو بدل لو بدل عمر مرعي او عمر جمال او عمر جمال مش هكتلف في النقطة دي طريقة الاداة واحدة لكن هو حطت قدامه عناصر معينة ومش عايز يغير منها اللي هي مثلا مهاجم معين سابت والتاني هو اللي بيدافع اللي بيعمله الشغل كله ناصر منسي نحية الشمال دي طبعا البروفايل بتاع ناصر منسي وبرضو شرح لنا برضو الارقام بتاع ناصر منسي هنفسرها واحدة واحدة اول حاجة ناصر منسي لعب 132 ديئة قدام نادي الزمالك جات له كم فرصة جات له فرصتين مستغلش ولا واحدة اذا هو على المستوى الهجومي لسه لسه مش موفق اوي على المستوى الهجومي صناعة الفرص اتنين دي حاجة مهمة ان هو بيصنع فرص في الجبهة الشمال التزديد على المرمى قلتوا حداك الفينيش بتاعه مش حلو لسه ونتمنى ان هو يستمر مش حلو في النهائي تلات تزديدات كلهم برا تمام عامل خمسين تمريرة منهم 29 صح التمريرات البينية بتاعته تلاتة ودي حاجة كويسة ان هو بيعمل برضو بيصنع الفرص كويسة اهم رقم لناصر منسي في الاركام كلها الرقم اللي جايدة الالتحامات الهوائية 11 التحام هوائي رقم كبير يبقى الرقم ده اللي بنتكلم عليه يبقى فيه توجيه فيه تحضير من محمد هاني وكمان واحد من الاتنين الديفندر المساك القريب برضو يعمل كافرينج ويعمل كافرينج عليه والديفندر اللي هو عامل السلية والمساك القريب اللي هو ياسر إبراهيم المراوغات بتاعته اتنين برضو ليه دور دفاع كويس بيطع التمريرات خمسة زي قولتو حدق هو جناح على الورق هو على الورق مهاجم بس هو برضو بيقوم بدور الجناح عشان بيدافع يعني ممكن يشوف الطريقة يقولك اللي يشوفها الورق الطريقة على الورق يقولك خمسة ثلاثة اتنين اتنين فراوضة عامل جماله الناصر منسي لكن هو لما تشوف خريطة التحركات وهتلاقي ان هو بيتحرك ناحية الشمال اكتر قطع التمريرات خمسة استخلص الكورة من ملعب الخص مرة واحدة بس استخلص الكورة اربع مرات اتضغط على المنافس ستة من تمانية اذا الارقام بيدغط بشكل كويس الارقام بتقوله ان الناصر منسي بيكسب للتحامات بشكل كويس على الجانب البدني هو كويس بيساعد كابتن طري العشر في تحضير الهجمة بيقدم دور دفاع كويس ولكن هو مش موفق على مستوى الفينيش انهاء الهجمة ده ليه ان هو راح ثلاث محاولات مسجلش فدي نقطة يخلي بالو منها محمد هاني برضو هنستعرض الخريطة الحرارية اللي هي فيها اللمسات بتاعة ادي ناصر منسي بص حدك هنلاقي هو لمس الكورة جوه منطيت الجزاء كم مرة مفيش خالق وبرضو عشان الناس تفهم هو هو الاتجاه كده يعني ده تقريبا نص ملعب لو النادي الاهلي او ده ملعب نادي الزمالك منطقة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة 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 بالزبط جوه منطقة الجزاء ستة يعني ده بيأكد ده على الورق بيأكد ان هو مش مهاجم بالزبط بالخريطة الحرارية لو بصينا هنلاقي ان هو بيتحرك على الطرف الشمال اكتر كل تحركاته كل دي اماكن تمريراته اللي عمل منها التمريرات فهو كل شغله نحية محمد هاني اللي هو ناصر منسي بالزبط ده 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 اماكن تحركات ناصر منسي قدامنا على الشاشة نجي بقى للجناح التاني اللي هو احمد سمير احنا كده اتكلمنا على ناصر منسي قلنا خطورته ايه خطورته في الالتحامات الهوائية القرات العالية القرات العالية كلها بيحضروا عليه الهجمة لكن هو مش الفنش بتاعه لسه مش موفق مهم ان احنا نخلي بالنا منها لان هم بيلعبوا على اسلوب اللعب المباشر التحضير عليه اكتر من عمر جمال وقلنا اهم رقم انه هو كسب 11 التحام هوائي ودي حاجة مهمة جدا نبص بقى على احمد سمير احمد سمير اللعب اللي بعد كده دي برضو بروفايل تحليلي ليه احمد سمير احمد سمير لعب 115 دقيقة سجل هدفين طبعا في شباك نادي الزمالك جات له اربع فرص على المرمى سجل منها اتنين اذا الفنش بتاع احمد سمير احسن من ناصر منسي على مستوى الفنش على مستوى تسجيل الاهداف على مستوى الصناع على اتنين زي بعض اتنين نجي بقى للرقم المهم اول احمد سمير اهم رقم في الارقام دي كلها اللي هو التسديد على المرمى احمد سمير سدد سبع تسديدات رقم كبير سبع محاولات على المرمى لانه بيشوت ضربات ستة بيخش للعمق كتير وبيسدد على المرمى يمكن هو سدد على المرمى سبع تسديدات منه ماربع صح ودي اربع بين التلات خشبات ده رقم كويس رقم كويس جدا نجي بعد كده ليه التمريرات الصحيحة ثمانية وتلاتين من يعني من تسعة وسبعين في المية عمل برضو نسبته مش وحشة في التمريرات المراوغات بتاعته لعيب مهاري اكتر من ناصر مانسي ناصر مانسي بدني اكتر احمد سمير احرف وبيخش للعمق وبيشوت فدي برضو عشان عليه معلول وهيلعب في جابة عليه معلول احنا قلنا ان الماتش اللي فات كان كابتن حسام حسن رميله كريم ممدوح والماتش اللي قابله زيزه عشان كده مستوى معلول يمكن في الفترة الاخيرة هو مش بنفس بيقدم مش بيزيد كتير ليه لان المدربين اللي بقوا بيلعبونا في النادي الاهلي بقوا بيرموا حد عليه او بيرموا بيضيعوا لعب من فريطهم مقابل ان هم عارفين ان علي معلول اهم مفتاح لعب في النادي الاهلي في الجابة اليسر في النقطة دي برضو عايز اكلم معك في نقطة مهمة جدا احمد سمير اللي عيب مميز بيراوغ بشكل كويس وبيخش على جوه وبيسدد نفتكر برضو ده حيطلب جزئين جزء الضغط على الخصم يعني لو علي معلول يبقى الضغط عليه بشكل كويس والكافرين كمان وعمر السولية عمر السولية تحديدا عمر السولية وايمن اشرف وعلي معلول نفتكر منها الخطأ اللي جيه وجيه منه مبارات الزمالك ان ما كانش فيه ضغط كويس على شكبالة فدخل لجوه الكافرين كتا عمر السولية كان قليل شوية فالشكبالة شوت فالجزئية دي برضو احنا بناستفيد ونشوف اخطاء نقيق ونشتغل عليها فده برضو هو قطع التمريرات على مستوى الاستخلاص قطع الكرة اربع مرات الضغط على المنافس واحد من ثلاثة يمكن احنا اتكلمنا برضو على اهم اتنين اللعيبة عمر جمال مش موفق بصراحة معناه دي الجيش في حتة الالتحامات دي برضو نقطة ان هو حيلعب مع ايمن اشرف وياسر ابراهيم بيمروا بحالة كويسة جدا نبص برضو على خريطة التحركات بتاعت احمد سمير مستعرضة اللي هي اللي بعد دي دي الخريطة بتاعت احمد سمير históيا ماسمى بدلا دي تأكيدا لكلام حضرتك ان مهم الدور بتاع عمر السلية عمر السلية بيبقى هنا وعلي معلول بيبقى هنا فلازم الاتنين يعملوا الحتة لان احمد سمير بيخش كده يخش العلى جوه بالزبط فانت لازم عمر السلية وعلي معلول يخلي بالهم من الحتة دي تحديدا من احمد سمير في المباراهewم السبت باذن الله يمكن دي الخريطة بتاعت احمد سمير اتكلمنا على الاتنين الأجنحة البطاعةهم نستعرض بقى خط الدفاع خط الدفاع هبين لحظاتك أسلوب اللعب يعني أنا شايف أن خط الدفاع بتاعهم سهل جدا أن اللعيب السريع يعمل معهم يعني ضربات جزاء شايف أن هم عندهم هم حاصة غسط السلاسي لو خالد ستوحي وأحمد علاء وعلي الفيل عندهم بط جامد جدا فسهل أن انت تعمل معيرتك بضربات جزاء سهل أن انت تختارك من العم بشوف أن هم أدفعهم فيه مشاكل عشان كده كابتن طريق العشر بيلعب بيه تلاتة وارا بيلعب بليبرو بيحاول يغطي على المشاكل الدفاعية كتيرة اللي عنده يمكن هم عندهم بعض المميزات قدام ولكن عن مستوى الدفاعي أعتقد أن ان شاء الله سهل أن انت تكسبهم من خلال الأخطاء الموجودة في خط الدفاع لو استعرضنا بقى الأرقام بتاعت اللي هي خط الدفاع اللي بيكلم حداك عليها هنبص نلاقي زي ما قلت حداك فيه تلات أنواع من التمريرات في التمرير القصيرة اللي هي في عشرة متر ده برضو ده الرسم الحراري بتاعهم اللي هم بيلعبه أربعة أربعة أتنين ده برضو سوري خمسة ثلاثة أتنين هم اللون الأحمر هم اللون الأحمر ونادي الزمالك كان اللون الأبيض هو بيعتمدوا بشكل كبير إنه هو فيه كسافة ده مهند لاشين زي ما حضرتك تفضلت وقلت إنه ده لو جينا بصينا هنا 22 22 ده مهند لاشين 19 ده اللي هو فرانكو أونجونجا اللي هو أحمد سامير سوري واللي بيضطيهم فرانكو أونجونجا هو الوحيد اللي بيبقى واقف فرانكو أونجونجا ومهند لاشين وأحمد سامير بيزيد والاتنين قدام فدي زي ما حضرتك قلت في التحول الهجومي ده الشكل الهجومي بتاعهم اللي هو تلاتة أو تلاتة مثلا دي خمسة اتنين بالزبط الصورة اللي بعد كده برضو هنبص نستعرض اللي هو التلاتة بتوع خط الدفاع ازاي هم بيحضروا الهجم بعض الفرق بتنجح معاه اسلوب اللعبة ده اللي هو ان انا بلعب باسلوب دفاعي بالذات مع طلاق الجيش وحرس الحدود لان هم فرق دفاعية نوعا ما اما بعض الفرق ما بتنجحش معاه زي مسلا النادي المصر يمكن ما سيكهم متعود يلعب كورة متعود يلعب كورة فنجح معهم مسلا كابتن علي ماهر صحيح لو بصينا بقى على أرقام السلسي الدفاعي هنلاقي في مقارنة كده او جدول للأرقام الدفاعي هنبص اللي هي ان التمرير المتوسطة هدي اول حاجة دول دول اتنين احمد علاء وخالد سطوحي بص التلات انواع من التمريرات اللي بكام حدك عليها القسيرة اللي هي عشان الناس تكون فاهمة 10 متر 10 متر المتوسطة من 10 ل40 فوق اكتر من 40 الطويلة طب ايه الرقم اللي اكتر عندهم التمريرات المتوسطة المتوسطة اللي هي من كام اللي هي من 10 ل40 متر اللي هي لغاية مثلا نص اللي هي الدايرة ما انت لو 40 متر بتتكلم لو السردباك استلم من على منطقة التمنتاشر وعدت 40 متر انت خلاص بقيت في التلت تلت الهجومي بتاع الفرق او التلت الدفاع بتاع نادي الاهلي فدي بتأكد برضو اكتر حاجة ان هم بيلعبوش تمريرات القسيرة اللي هي لها خالص ما بيلعبوش كرة على الارض اللي هو باباسي زي لعب النادي الاهلي باز اندموه في لعب موسيماني اللي هو تيكي طاكا بتاع النادي الاهلي لا ده مش موجود خلاص عن طلاق الجيش ان انا بلعب التمرير الطولي وبحاول ان انا اعتمد عمر جمال هو اللي يجيبها او ناصر منسي فدي انت سهل ان انت تاخد منهم الكرة التانية طب اعسألك سأقول يا دكتور احمد علاء انا شايف ان كمان كورته احسن اه كورته احسن اه بيوصل تمريرات طويلة بشكل كبير ده ناحية ناحية مين ناحية هاني احمد علاء ناحية اليمين بتاعهم اليمين بتاعهم اه ناحية معلول اه ناحية معلول لو بصينا برضو على الاركام التالت بتاعهم اللي هو علي الفيل هنبص برضو نلاقي على ان هو برضو التمريرات المتوسطة بتاعته كتير قوي يعني ده بيأكد برضو ان هم بيلعبوا اسلوب اللعب المواشر 19 كتير قوي 19 كتير جدا والتمريرات الطولية 6 قويل تمريرات القسيرة اتنين. ده بيأكد ايه? بيأكد برضو ان هم بيلعبوا كل اسلوب لعبهم تحديدا على اسلوب اللعب المباشر اللي هو انا بحضر الهجمة من تحت وبعتمد على ناصر منسي وعمر جمال فانت مهم ان انت حكتين يا ياسر ابراهيم وايمن اشرف يخلي بالهم ومحمد هاني مع ناصر منسي وعمر جمال ان انا ما خلوش يفوز بالالتحان معايا وكزلك عمر السلية وحمدي فاتحي لما بيبدأوا في الارتكاز يخلي بالهم من القرة التانية عشان امنع حرس ان هو امنع تلاقي الجيش خلص ان هو يابني الهجوم. وتاني كمان يا دكتور ان لو في حالة مسلا محمد هاني او كرة ملعوب مسلا لياسر ابراهيم كرة عالية لازم يكون كفرين كويس من السلد باك التاني او الباك اللي نحياته. يعني لو كرة عند ياسر ابراهيم وياسر ابراهيم هو اللي طالع بالكرة بيبقى عندنا 3 حاجات. الحاجات الاولانية كفرينج محمد هاني وايمن اشرف. والجزء الهم كمان ان عمر السلية او حمد فتحي يكون ياخد هو الكرة التانية يعني ساعات هو الكابتن طريق بيعتمد على انه الكرة التانية تيبقى بتاعته فخلاص هو وصل للتلت الهجومي ويبدأ يشتغل الجزء الهجومي كمان في حاجة نقطة مهمة برضو لطلاع الجيش يمكن هم عندهم مشاكل دفاعات كتير نقدر ان احنا نستغلالها زي ما احنا قلنا اللي هي التلاتة اللي في خط الدفاع حتى هو بيحاول يداريها البطء البطء ولكن محمد بسام بيشيل كتير جدا من اخطاء الدفاع بيقدم موسم كويسه حتى راح من انتخب مصر برضو من استعرض ارقامه هو كان اصلا كان رجله المباراة مع احمد سمير في مباراة الزمالك هو لو استعرضنا ارقامه لو جيبناها برضو حلاقي ان هو تصدى محمد بسام حارس المح محمد بسام او وحقول له برضو حضرك حوريك ارقامه بتاعت التمريرات عشان نشوف ان هو اصلا ما بيحضرش خالص يعني بص هو تصدى سبع تزديدات ونستعرض اهو الارقام قدامنا على الشاشة يمكن نجيبها هنا كمان هو تصدي دخل مرمى طبعا هدف قطعت مريرات تسعة وثلاثين تصديات فائقة تلاتة ده الجريد سيف يعني اوه الجريد سيف بتاعته تمام التصويب بتاعه اللي هو الرقم المميز اول اللي بقوله حضرك عليه تصدى كان تزديدة سبعة من تمانية اه ده دخل فيه جون اللي هو بتاعتش كبانة يعني اي كورة غير الجون كان صدى وبرضو راح عليه تمان محاولات من نادي الزمالك برضو رقم كبير يعني هو برضو تصدى لسبع تزديدات يعني هو يعتبر هو ليه سر المفعول صحيح ان هو اولا في ماتش بيراميز الصد ضربات جزاء في مباراة بيراميز في الرقلات الترجيح وفي مباراة الزمالك كان واحد من نجوم المباراة فمحمد بسان بيقدم موسم كويس وبيقدم ماشي في شكل كويس جدا في كاس مصر برضو التمريرات القصيرة زيرو بص حدك زيرو عكس الشناو مثلا عندنا هنا الشناو بيلعب برجله كورته حلو قوي بيسلم ياما الهاني ياما بيسلم لياسل لعيمان وحتى التمريرات المتوسطة بص كام اتنين بس تمريرات المتوسطة اللي ياما عشر الاربعين متر وكل تمريراته فوق الاربعين متر كلهم ماخدين تعليمات بايه بان انا هلعب تمرير طولي على طول فدي حاجة مهمة ان انت انا بشوف ان النادي الاهلي يستغل الحتة برضو في نقطة مهمة المساحات وارا الظاهرين يعني حتى الجون اللي هو تلغى بتاع محمد اوناجم في الشط الاول الكرة تلعبت من ورا محمد ناصف ومحمد اوناجم اخدها ورح شايت دي حاجة مهمة ان هما عندهم مشاكل اولا في خط الدفاع دي حاجة مهمة جدا محمد ناصف كويس بس برضو بطيء محمد ناصف على المستوى الهجومي كويس قوي على المستوى الدفاع فيه بطء على المستوى الدفاع عنده مشاكل دفاعية نقدر ان احنا نستغلها من خلال جبهة حسين الشحات الجبهة اليومنا دي حاجة مهمة جدا الناحية التانية برضو زولة زولة اصلا مش بكر يمين اساسا هو اصلا جناح فهو دوره هجومي فهو جايب الاتنين زي مثلا في منشستر يونايتد اما كنا بنشوف اشلي يونج مثلا اما كان بلعب في منشستر يونايتد هو اصلا جناح فبيتم توظيفه في طريق التلاتة كظهير جناح بتعتمد كده نفس الشكل ان انا بجيب لعيد زهير جناح احطه بحيث ان انا استغله في الحتة الهجومية هم هو متأمن بتلاتة وراء وعندك اثنين ارتكاز حيطلع ويعمل العرضية عايز منه الاوفر من زولة ومن حمد نصف فالاتنين دول هيبقى فيه وراهم مسحات كتير تقدر ان انت تستغلها التلاتة الارتكاز عندهم مشاكل دفاعية تقدر برضو ان انت تستغلها ولكن ما ننساش ان فيه وراهم حارس مميز في حاجة مهمة برضو ان شاء الله لما تجيب يعني بإذن الله المباراة زي دي لازم يعني بإذن الله تجيب فيها هدف مبكر ليه؟ هتستهل عليك الامور كتير اولا انت جاي من بطولة كاس افريقيا دورة حصل عليها هتبس خلاص طلع على الجيش ان هو يسلم بدري دي حاجة مهمة جدا حتى لو مجيش ان شاء الله الهدف بييجي في اي وقت احنا شفنا في مباراة الزمالك نادي الاهلي جاب صحيح ولكن هي طبعا هدف مبكر بيديك اريحية اريحية وبيخلص البطولات وسأم قلتوا حق كل ما تجمع بطولات في الفترة دي ده شيء مهم جدا للعيبة نفسها طبعا مهم للنادي رقم واحد في ان عدد البطولات بتاعك بيزيد في البطولات الكرية تحديدا انت بقيت بتنافس ريال مدريد دلوقتي انت رقم اتنين انت حلاص انفردت بالمركز ده فالبطولات الكرية اللي هي السبر الافريكي اللي هي دورة يا بطول افريكيا كل الحاجات دي مهمة جدا بتزود بطولات ولكن على مستوى الجيل انا لما اخد بطولات كتير اللعيبة نفسها شخصيتهم شخصيت البطل بيستمدوها ودي حاجة مهمة جدا ان شخصيت البطل بيستمدوها من كتر البطولات عشان كده احنا مش عايزين نضيع اه اخذنا افريكيا ولكن مش عايزين نضيع بطولات زي لي سهلة بتبقى قدامك بطولات زي دي تجمع فيها البطولات حاجة مهمة جدا الطولة بتعمل بطولة يعني مباراة الكاس وكاس افريكيا وبطولة evidentك ان انت تروح كاس عليم ان ان انت تتلعب السوبر الافريكي والدوري ان انت تلعب سوبر مصري وبعدين الكاس هيديك الفضايش ان انت تلعب سوبر مصري فكل البطولات كله بيستم واحدة جدك برضو على حاجة بطول الكاس مصري تحديدا انت من سنة 2007 غاية عننا النادي الاهلي اخذها مرة واحدة اللي هي 2017 مع كابتن حسام البادري 2017 فأنت برضو ماينفعش بطولة زي كاس مصر دي تغيب فترة كتيرة أو أن انت ما تكونش واخدة غير مرة ده النادي الأهلي برضو لازم يكون بتزود البطولات أكتر بتزود التاريخ طيب أنا في نقطة كمان هزودها طبعا التحليل الرائع اللي انت عامله كمان وجود عمر مارعي عمر مارعي أنا يمكن مرات دكة البودلاء لأنه ورقة ربحة جدا وعمر يمكن أنا كنت بدربه في ودي دجلة واتطور كتير جدا أولا عمر كمان مارعي من الناس اللي يعني بتضغط بشكل كبير جدا على السردباكات وعنده الـ following up سريع قوي يعني ما تبتكرش رد الفعل وشفنا حتى مرات لما سجل محمد نصف سددها هو تابعها هو بصراحة فعال أكتر من عمر جمال أنا أتفق معك ويمكن أنا أعتقد أنه ممكن الكابتن يبدأ بي يعني ممكن بحيث أن عمر مارعي هو اللي كان نزل وعمل شغل كويس فممكن دي تبقى التغييره الوحيدة في التشكيل لو غير في التشكيل بس هي حتة ناصر منسي صعب يغير في ناصر ليه؟ لأن ناصر بيعمل له الدور اللي هو بتاع الجناح وليس حتى الدور يعمل له غير فأنت عن البديل يا أم عمر جمال يا أم عمر مارعي دي التغييره الوحيدة واحمد سمير عنده ماشي بشكل كويس فرانكو انجونجا على فكرة هو غيره عشان نخاف عليه لا يضطرد أخذ انذار وتدخلاته عنيفة قوي فدي حاجة برضو يعني أعتقد أنه هيبدأ فرانكو انجونجا ومهند لاشين وهو جايب معه مصطفى جمال اللي هو من حرس الحدود وجايب معه حسن مجدي اللي هو الباكيليمين برضو من حرس الحدود ده برضو حطوا بديل لحمة زول ممكن برضو حسن مجدي يبدأ بدل زولة لأنه دفاعيا أفضل وانت عندك الجابعة دي فعلي معلول فدي يمكن الاحتمالين أو التغييرات اللي ممكن تحصل في طلاقة الجيش في المباراة إنه هو يبدأ بحسن مجدي مكان زولة وعمر مرعي مكان عمر جمال دي يعني نوعا ما التغييرات اللي هي ممكن تحصل في التشكيلة لكن أصل التغييرات في التشكيلة دي هو مش هيغير السيستم نفس السيستم واحد السلوب اللعب المباشر اللي حالعب دفاع منطقة دفاع منظم هقفل حالعب على النظام الكمباكت لأنه بلعب النادي الأهلي هو ده يسلوبه هيلعب بالكمباكت زي حتى في ماتش حرس الحدود لما كنا قابلنا في نهاية كاس مصر كان علي فرق برضو كان برضو عنده حارس كويس لعب على ركلات الترجيح وعلي فرق هو اللي كسبه برضو هو بيعتمد البطولة دي إنه هو عنده حارس كويس زي محمد بسام يقدر إنه لو وصل ركلات الترجيح محمد بسام مميز في ركلات الترجيح يقدر يكسبه هو أكيد هيشتغل على جزئتين الجزء الأولاني أنه طول ما الوقت ماشي سفر سفر يبقى فيه إنهاج شوية لطاقة اللعبة النادي الأهلي بدنيا ولأنه احنا يعني اشتغلنا أكتر منهم خلال الفترة اللي فاتت والوصول لأبعد نقطة من خلال طبعا التعادل الجزء الثاني اللي ممكن يتخاف منه عملية الكاونتر أتاك الهجمة المرتدة الهجمة المرتدة برضو لازم نحترم الخصف بالزبط حتى لو أنت تاريخيا أعلى منه وانت عندك لعيبة أعلى منه وانت بطل أفريقيا لازم تحترم الخصف دي حاجة مهمة جدا لازم لأن التاريخ يعني بطولة من ماتش واحد طبعا فهو جاي برضو كل اللعيبة اللي هناك عندها طموح إن أنا حقق بطولة كاس مصر ده تاريخ بص غير التاريخ كمان موتيفيشن يا دكتور انت دلوقتي بتلعب النادي الأهلي بطل أفريقيا في يعني مباراة متشافة بشكل كبير جدا انت بتتكلم على أول مرة يعني طلع الجيش يوصل للنهائي فده حلم آخر انت بتتكلم على دوافع أخرى إنه كمان يعني لسه كمان عنده يعني عنده كمان السوبر يعني عنده كمان السوبر هو علاق بنادي الأهلي مرتين في نهاية كاس مصر والسوبر فالطموحات كتيرة جدا لطلع الجيش لكن يعني اعتقاد الشخصي قال الفروق الفنية كبيرة جدا لكن دايما مباريات الكاس بتبقى مباريات صعبة دايما مباريات الكاس بتبقى مباريات لها حسابات خاصة حتى على المستوى الفني اتكلمنا بشكل كويس قوي على طلاع الجيش لكن وارد جدا يحصل مفاجأة وارد جدا إن كرة ثابتة لكن انت كمان عندك أوراق كويسة جدا يعني بشوف إن دكت انا لسه هقول لك الدكة الدكة عندنا برضو الدكة ما هيبدأ إزاي بقى يعني يعني اعتقد أعتقد تغييرة واحدة مثلا بالكتير قوي يعني هو المسلمان كده بيحافظ على شكله بس برضو هو يعني صلاح محسن طاهر محمد طاهر ماشيين بشكل كويس الدهوم برضو في المباراة الأخيرة أعتقد أنه ممكن حيكون لهم دور كبير قوي طاهر محمد طاهر آه صحيح راح عالجون كتير تتحكم على لعب تحركاته طاهر محمد طاهر واضح جدا إن المسلمان عنده اقتناع تام بي ده حقيق بدليل إن هو راح منزله أول إما بدأ على طول بيتحول دايما كمهاجم تاني نزل في أكتر منكورة وبيروح طاهر محمد طاهر مكسب كبير للنادي الأهلي وأعتقد أنه ممكن لو يعني إن شاء الله ربنا يكون كريمه أو يكرمه بإذن الله في مباراة نهاية كاس مصر بإذن الله طاهر محمد طاهر العيد مميز جدا بشوف أنه واحد من أفضل الصفقات اللي جابها النادي الأهلي في الصف ده كذلك صلاح محسن عودته نتمنى إن صلاح محسن عنده موهبة جامدة قوي صلاح محسن موهبته عالية جدا خاصة النادي الأهلي في حتة مركز المهاجم يمكن ده النادي الأهلي عنده ثلاث لعيبة أو مراكز كل الأماكن حتة المهاجم صلاح محسن قدامه فرصة كويسة جدا السنة دي إنه يبقى مهاجم النادي الأهلي الأساس تحديد هو كمان ميزة صلاح إنه عنده الاثنين عنده الشادو سترايكر وعنده تسعة التارجت يعني هو عنده الإمكانيات إنه ينزل يلعب من تحت عنده إمكانيات تسعة محسن السرعة المهارة الموهبة التحرك بدون كورة الفينش العالي كل ده موجود في صلاح محسن ونقصه إنه عليته تكون بنفس إمكانياته لو عليته أركز أن أنا خلاص بلعب في نادي الأهلي دلوقتي إن أنا عايز أعمل موسم كويس جدا دي حاجة تفرق مع صلاح محسن إننا السنة دي لازم أكون رقم واحد في مصر لأنه عنده الإمكانيات وكان وصل إنه رقم واحد يعني ما حضرتك مع كفير أجيري أجيري كان بيقول يعني وإحنا بنتكلم أجيري بيقول لي صلاح محسن من أفضل اللعيب اللي أنا شفتها في مصر وأنا موجود يعني حتى على مستوى كل اللعيبة كان نقصه بس عملية التركيز شوية نقصه إنه هو مش هقولك الاتزام لكن يدوس على نفسه أكثر هذا اللي قلت أحدك علي العقلية بزرق لازم عقلية تناسب عقلية النادي الأهلي وأعتقد خروجه وفاده يعني خروجه إداله عارة وفاده ودي تعتبر إن أنت بلعب في نادي الخروج من نادي الأهلي برضو بتديك دارس إن أنا خرقت إن أنا حروح أستفاد هناك وارجع تاني دي حاجة مهمة إن أنا أتمسك بقى بالمكان اللي أنا أبلعب فيه وطبعا بتشوف الفرق لما تخرج ما بين النادي الأهلي وما بين بقى الأندية فلازم تتمسك بالفرصة اللي أنت موجود دي ولازم تثبت نفسه وعندنا كمان ناصر وفيه أحمد ياسر ريان طبعا وفيه ماروان برضو يعني الحمد لله النقطة المهمة جدا طبعا الفريق البطولات دايما لازم يكون عنده سكاوت كبير جدا طبعا لازم يكون فيه في كل النادي الأهلي دلوقتي في كل مركز أنا ما بدأت في كلامي قلت لحدك إيه دكة البودلاء بتاعت النادي الأهلي بقيت مثالية بقى فيه في كل مركز ثلاثة يعني أنت بص على خط الدفاع إحنا زمان ما كانش عندنا غير سعد سمير وأيمن أشرف دلوقتي بقى عندك سعد وأيمن أشرف ياسر إبراهيم وبادر بنون ورامي ربيعة وأحمد بيكهم حتى الباكرايت اللي احنا بنقول إن احنا محتاجين باكرايت إنت عندك دلوقتي محمد هاني وعندك أحمد رمضان بيكهم بلعبها وعندك أكرم توفيق بلعبها نروح للباكليفت وعندك العربي بادر كمان وعندك العربي بادر بلعبها عندك الباكليفت علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف بلعبها الارتكاز أليو ديونج عمر السلية أكرم توفيق محمدي فاتحي العربي بادر هدي كده خمسة خمسة في الاتنين بوزيشن تعال بقى لصنع الألعاب عندك ناصر ماهر وليد سليمان أفشا هدي صنع الألعاب تعال على الأجنحة عندك طهر محمد طهر عندك كهرباء عندك حسين الشحات عندك أجيه عندك وليد سليمان عندك محمد شريف عندك صلاح محصن فده على مستوى الأجنحة تعال بقى على رسل حربة عندك أجيه بلعبها ومروان عندك مروان عندك صلاح محصن عندك أحمد ياسر ريان فده يعني لو دعمت كمان بتأكيد بتديك قوة أكتر أكيد أكيد وكل الأسماء دي ولكن انت شوف الاسكواد الموجود عمل إزاي شوف انت كنت الاسكواد بتاعك عمل إزاي والاسكواد ده عودة المعارين فرقت بشكل كبير مع وجود طهر محمد طهر وبدر بنون لأنه كمان الفكرة انه احنا قلنا كذا اسم في كذا مركز يعني عندك المرونة التكتكية يعني أحمد بكهم انت جايبه بيلعب بك يمين بيلعب مساك وبيلعب ديفندر يمكن هو أحسن مركز ليك أحمد ديفندر بيطلع كرة حلوة جدا فانت عندك ديفندر وبيلعب مساك وبيلعب بك يمين فانت وطهر محمد طهر مهاجم تاني وجناح ومهاجم وصلاح محصن كذلك وكهرباء كذلك صلاح محصن كذلك محمد شيريف كذلك فده برضو يعني انت عندك الاسكواد عندك كويس جدا نتمنى يا رب التوفيق للنادي الأهلي وان شاء الله بإذن الله يبقى يعني يوم السبت ان شاء الله كمان تحقيق السلسية وده شيء مهم جدا بشكرك على الفقرة المميزة جدا تحليل أكتر من رائع وان شاء الله بإذن الله كمان تيجي تعمل لنا تحليل نجاح النادي الأهلي في الحصول على ان شاء الله نهد الجوركان بقى في الصبر الأفريق ان شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله شكرا لحضرتك شكرا جزيلا بعد الفاصل معنا اتنين من نجوم النادي الأهلي كابتن أحمد أبو مسلم والكابتن الكبير أسام عرف